بعد جهد متواصل وعمل مستمر تم تسليم المرحلة الأولى من مشروع مدينة المطلع التي تضم 12177 قسيمة و284 محطة كهرباء فرعية اليوم التاريخ 20-10-2020 طبعا هذا التاريخ يحسب للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتسليم المرحلة الأولى التي تشمل 12177 قسيمة و284 محطة كهرباء فرعية طبعا المرحلة هذه من أكبر مشروع يعتبر في دولة الكويت وفي الشرق الأوسط وهو مشروع مدينة المطلع يتكون من 28288 وحدة سكنية طبعا هذا الاستلام المبدئي من المؤسسة العامة الرعاية السكنية بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بذن الله تعالى خلال الفترة القادمة خلال شهر إلى شهر ونص يتم إصدار شهادات لمن يهمه الأمر للمواطنين لاستلام ذونات البناء إن شاء الله المرحلة الأولى التي تم تسليمها تضم ضواحي 6 و8 و9 و10 و11 وأكثر من 700 قسيمة من ضاحية إن سبع الاستلام كان 12177 قسيمة وهو استلام ابتدائي طبعا لا بد أنها تكون في ملحظات يكون عليها وبعدها يصير استلام الفعلي مرحلة الأولى التي إن شاء الله يتم استلامها اليوم وهي تضم 12177 قسيمة وهي الضواحي 11 و9 و8 و10 و6 وأيضا توزعتين من ضاحية 7 و730 قسيمة نبارك لجميع أهالي المطلع الاستلام الأولين للضواحي الجاهزة ونتمنى من الإسكان استعجال في الاستلام الفعلي للضواحي حتى يتسنى للمواطنين البدء في البناء يذكر أن جزءا من المباني العامة وصل إلى مرحلة التشطيبات في الضاحيتين 6 و9 ومعظم الضواحي في المرحلة الأولى لتلفزيون مجلس عبدالله العنسي